100 ملايين الدولارات هو حجم الهدر منذ سنوات في ملف الفيول تحت ذريعة استيراد لبنان للفيول من شركة سوناتراك الجزائرية بمجاب عقد موقع من دولة إلى دولة يتم تجديده منذ 2005 في مجلس الغزراء من دون إجراء مناقصات هذه هي المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات التي تجريها القادية غادعون بالتعاون مع فرع المعلومات في التحقيقات في ملف الفيول الذي خلص إلى استنتاجين أولا أن شركة سوناتراك الجزائرية هي واجهة لشركة لبنانية تقوم باستيراد الفيول من دولة غير الجزائر لصالح الدولة اللبنانية مقابل حصول سوناتراك على عمولتها أما الخلصة الثانية فهي أن الفيول مستورد مخشوش التحقيقات أدت إلى توقيف أكثر من 12 موظفا في مديريات المنشآت إضافة إلى مدير سوناتراك لبنان وسط تحقيقات كانت لتبقى محاطة بالسرية لو لم تضطر الميابة العامة إلى استحاب الموظفين برفقة عناصر من المعلومات للكشف مخباريا على حمولة كانت سيتم إفراغها ليلة الجمعة وذلك حرصا على تسيير شؤون الدولة لكن كيف تم اكتشاف عمليات الغش؟ في 11-3-2020 رست في لبنان الناقلة البحرية بالتيك وعالمتها حمولة من الفيول أول المخصص لمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان وقد أرفق بالشحنة تقرير صادر عن مختبر في سيسيليا في إيطاليا بأن مواصفات الحمولة مطابقة عند وصول الباخرة إلى لبنان تم إجراء فحوصات من قبل شركتين مراقبة في لبنان بيّنت أن الباخرة مطابقة للمواصفات لكن قبل تسلم شركة كارا دينيز وشركة أم إي بي كمية الفيول تم إرسال عينة إلى شركة تطقيق عالمية في الخارج ليتبين أن الفيول غير مطابق للمواصفات علما أن مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أشار في كتاب أرسله إلى وزير الطاقة ريمون غجر في 6-4-2020 إلى الضرر الذي ألحق بالتيار الكهربائي نتيجة رفض شركتين أم إي بي وكارباورشيب تسلم الفيول المخشوش وطلب من مصرف لبنان عدم صرف أي مبالغ مالية مترتبة على الشحنة حفاظا على المال العام على أثر صدور تقرير شركة تطقيق فتحت القادية عون تحقيقة في الملف لكن تحت ذريعة الصلاحية المدعي للعام المالي وضع القادية لإبراهيم يده على الملف ما دفع بوزير الطاقة ريمون غجر إلى إرسال كتاب إلى مدعي عام التمييز القادية السنة عويدات مطالبا إياه تحديد المرجع القضائي الصالح منعا لزيواجية الملاحقة والتحقيق وبعد حسم عويدات الصلاحية لصالح إبراهيم قررت نيابة العامة المالية حفظ التحقيق لعدم تكبد الخزينة أي خسارة عندها ومنعا لإقفال الملف قرر المحام وديعائل تقديم إخبار فيه جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان كون الجرم واقع في إطارها الجغرافي عندها كانت القادية عون تستكمل التحقيقات الأولية لقناعتها بصلاحيتها المكانية والجرمية للتسبب بضرر بيئيا إضافة إلى وجود عمليات تلاعب وتزوير علما أن استدعاء كبار المسؤولين أظهر تقادي عددا كبيرا من المسؤولين الرشاوى بهدف التلاعب بنتائج المختبرات إضافة إلى المشاركة بعمليات تزوير في بواليس الشحن لإخفاء المستوردين الفعليين في الملف كما ظهرت مستندات عالمية بالغة الأهمية تؤكد أن السوناتراك ليست هي الجهة الفعلية المستوردة معلومات الأوتيفي تشير إلى أن التحقيقات أظهرت تورط رؤوس كبرى ساهمت لسنوات في هدر المال العام وأمن مفترض أن تصدر القادية عون ادعاءها في المرحلة الأولى يوم الثلاثة لكن إلى حين ختم التحقيقات مع المدراء العامين والموظفين بعد الاستحصال على إذن من الوزير ألم يحن الوقت لتفسخ الحكومة العقدة مع سوناتراك المستمر منذ 2005 والتي تكبد الدولة سنويا 200 مليون دولار يؤمنها مصرف لبنان لدعم الفيول في وقت يجف فيه الدولار من السوق وهل هذه السمسرات هي التي عرقلت لسنوات إنشاء محطات التغويز التي تحل محل الفيول والمزوت وتوفر مليارات الدولارات على الخزينة؟